كير لحضرتك علشان الوقت سيدة النائب مع تطبيق التوقيت الصيفي اللي احنا عايشينه ده رأيك ايه؟ ايه مميزاته؟ ايه عيوبه؟ هل نجح ولا لما؟ بصي هو العودة لي هو هو رأيك انا رأي قلته في البرلمان واقوله تاني يا ريت انا كنت رفض هذا الكلام احنا مكناش حضرين في البرلمان لانه لا انا اتنشر فت لو عايزة بابعتلك اللي انا قلته يعني لا انا يهمني المشاهد يسمع انا فاهم انا قلت في البرلمان اني اغلب الدول عدلت عن هذا نمرة اتنين الدول اللي بتطبقوا هي الدول الشمال الساعة اللي فيها الشتاء طويل والصف قصير احنا عندنا هنا العكس الصف طويل والشتاء قصير ايه تاني حاجة قالوا انها عشان توفير الكهرباء طب ما انت طبقتها وعاصل عكس في الكهرباء ده ربنا سبحانه وتعالى بيقولهم بس دي دي حاجة طرقة طب ماشي طرقة احنا في دراسة اعملها مركز اعملها مركز معلومات على فكرة الخصة بتاع التوقيت الصف دي تعاملت بقى كتير وتلغت كتير كل ما كانت التعامل تتلغي ايه وتعاملت من ايام الملك فاروق ومن ايام جمال عبدالناصر توقيت صف يتعامل ايام ملك فاروق اعمل وفشل ورجع فيه كذلك ايام جمال عبدالناصر وفشل ورجع فيه يعني ايه فشل يعني ما حقلت الغرض ايه الغرض انا اوفر كهرباء كلها ما بيفرش كهرباء من ايام الملك فاروق احنا عايزين اوفر كهرباء اه 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 ومن ايام جمال عبدالناصر احنا عايزين اوفر كهرباء اه بالزبط اه اخذت بالحضرتك ايام اه اه كان رئيس الوزارة الدكتور فاد محيددين الله ارحمه انا كنت في عضو في اللجنة اللي بتتابع هذا الموضوع اه فكانت بنجتمع شهريا معنا وزير الكهرباء معنا و بعض الوزارة المعنيين وكان بيقدم تقرير عن السهلاك اعتقد فترة دي كانت لا يرحمه السيد الوزير ابازع كان اه مش كده ماهر فالتأرير اللي كان بيقدمه وزير الكهرباء يقولك ما فيش وفره في الكهرباء واللي بيقدمه وزير الصحة او وزير السكان قالك في زيادة في عدد السكان اه وحكيت من هذا القبيل كلها سلبيات طب ها نمسك فيها ليه ده من ايام الملك فاروق اه ده بقول لحضرتك انا قلت في البرلمان في ايام الملك فاروق صدر القانون رقم كذا وقلغي بالقانون رقم كذا اي وفي أيام جمال عبد ناصر صدر القانون كذا وفي أيام أنور السادات حصل نفس القص وبرضه مرتين وفي أيام حسن بارك حصل برضه أعتقد مرتين أو ثلاثة الله يرحمهم جميع خدت بالي سيادتك وبعدين في أيام المجلس العسكري عملوا لغاية طب بنعمله ليه؟ تمام فشايف إنه لا لا مش مفيد خالص ما قداش أغراضه لا وبعدين أنت حتى تلاقي الساعة البرالوجية عندك لجوة كل بناء آدم عنده ساعة بيبقى ظابط حياته عليها اختلفت الدنيا نخبطت دي من وجهة نظر حضرتك دي ما سوقه لكنه ما أضفش أي ميزة لا أنا شايف إنه ما أضفش ميزة ما أضفش أي ميزة طيب هل فكرة توقيت الصيفي قبل ما اختم ليه علاقة من وجهة نظرك كمان بغلقه وفتح المحلات؟ لا لا غلق وفتح المحلات ده تعملوا مواعيد وده مواعيد تنظيمية محترمة جدا ما لديه علاقة بالتوقيت الصيفي ده توقيت الصيفي دخل عليها لخبطها لخبطها أضر بيها أضر بيها يعني اتمنى إنه التجربة تكون بعد ما تدرس نعرف إيه مميزات ما هي تتلغي هتتلغي هي تلغي أه مؤكد ده وعد ده قراءة التاريخ أه التاريخ بصي حضرتك ده مجموعة التجرب الإنسانية بتشكل التاريخ الصحية حضرتك التاريخ بيقول إنه ده تجرب ترقومية فشلنا سبع تمام مرات فيه وهي نفس الأسباب ودول كتيرة لغته أغلب الدول أغلب الدول لغته فبالتالي شايف إنه حيلغى تماماً لا ما ينفع لاش ينفع الدول السويد والنروير الشمال السائع ايه ينفع لكن ما ينفعش مصر والدول الأفريقية ايه شكورك سيد تناب محمد عطالف شكورك فانت شكراً جزيلاً